وللأسف فتاة واحدة فقط التي نجت من بين كل المراهقين الذين دخلوا إلى هذا المكان مرحبا أصدقائي كيف حالكم قبل أن نبدأ الفيديو أود أن أتشكركم جميعا على هذا الدعم الرائع والتعليقات الجميلة التي تكتبونها حسنا فيديو اليوم هو عن الاس سي بي سفر أربع وعشرون أو كما يدعى بلعبة الموت وهو عبارة عن مسرح صوتي مهجور تماما تم اكتشافه من قبل مجموعة من المراهقين وللأسف فتاة واحدة فقط التي نجت من بين كل المراهقين الذين دخلوا إلى هذا المكان وقامت بإبلاغ الشرطة فورا كانت شهادتها كافية لتدخل منظمة الاس سي بي واحتواء هذا المكان حسنا عند الدخول إلى هذا المسرح الاس سي بي صفر أربع وعشرون يتم الترحيب بالزوار من قبل مذيع مجهول عبر المذيع ويستطيع هذا المذيع فهم وسمع أصوات الأشخاص سيقوم المذيع بإبلاغ المتسابقين أنهم سوف يشاركون في لعبة وسيحصل الفائزون على جوائز رائعة ولكنه سيحذر أيضا من أن اللعبة سوف تكون شديدة الخطورة وإن الخاسرين لن يتركوا أبدا وفي هذه المرحلة يقدم المذيع خيار البقاء والانسحاب من اللعبة سيستمر المتسابقون الذين سوف يقبلون بالمشاركة بينما سيتم طرد أولئك الذين رفضوا أن يشاركوا لا يسمح للفائزين أو الذين رفضوا أن يشاركوا في هذه اللعبة العودة مجددا إلى هذا المكان حيث أنه سوف يتم رفض الدخول بواسطة حاجز غير مرئي وغير قابل للاختراق أيضا حسنا قبل أن تبدأ اللعبة سوف يقوم المذيع بشرح بعض القواعد وهي أي كسر لقوانين هذه اللعبة مثل الاعتداء على المتسابقين سوف يقابلها عنف شديد المذيع سوف ينادي المتسابق الذي خالف هذه القواعد وسيتم طرده بسرعة وبقوة من هذه اللعبة من قبل حراس هذا المسرح أو المكان سوف يتجسد هؤلاء الحراس عندما يطلبهم المذيع وسوف يختفون عند عدم الحاجة لهم ولن يتم رؤية المتسابق المخالف مرة أخرى الآن سوف يتم توجيه المتسابقين إلى اللعبة الفعلية يتغير مظهر وأسلوب اللعبة وتكوينها في كل لعبة فردية ولكن تتمحور اللعبة دائما حول مسار يكون مليئا بالعقبات والأشياء الخطيرة وعلى المتسابقين اجتيازها القواعد قد تختلف أيضا تسمح بعض عمليات اللعب بفائز واحد فقط حيث يقوم باقي أفراد الفريق بتشجيعه في البداية تكون التحديات سهلة جدا ولكنها تصبح شديدة الخطورة وتهدد الحياة عند التقدم في اللعب أي مثل أي لعبة نلعبها يتواصل المذيع مع المتسابقين طوال الوقت ويبلغهم بأي تحديثات جديدة ويقدموا المشورة لهم أيضا ويضيف قواعدا جديدة مع التقدم في اللعب تصبح العقبات خطيرة بشكل ملحوظ ويصعب التغلب عليها وليس من الغريب أن يستسلم فريق كامل بسبب خطورة هذه التحديات وفي حال الاستسلام يعبر المذيع عن حزنه لعدم وجود فائز وسيتم إغلاق هذا المكان الـ SCP-024 وسوف يبدأ من جديد فقط عند دخول مجموعة جديدة من المتسابقين ولكن عندما يتم الإعلان عن فائز ما سيحصل هذا الفائز على جائزة عشوائية كبرى الفائز سوف يظهر فجأة خارج هذا المكان ومعه جائزته ولكن الخاسر الذي نجى من هذه التحديات فسوف يختفي تماما ولن يبقى له أي أثر الجانب الأكثر غموضا في هذا المكان الـ SCP-024 أنه بعد انتهاء كل لعبة سوف يظهر شريط تسجيل في صندوق بريد هذا المكان خارج المدخل الرئيسي وهذا التسجيل يظهر كامل اللعبة التي تم لعبها سابقا على الرغم من أن الفائزين قالوا أنهم لم يروا أي كاميرات أو أجهزة تسجيل داخل هذا المكان والغريب أن جمهور هذا المسرح المباشر يمكن رؤيته في خلفية هذا التسجيل وهو يهتف للمتسابقين وقال الفائزون أيضا أنهم لم يروا هذا الجمهور حسنا ملحق واحد تضمنت قائمة الجوائز الإلكترونيات جوائز النقدية سيارات وحتى الرحلات المدفوعة بالكامل وأكد الفحص الدقيق لهذه الجوائز أنها أصلية تماما ولا تمتلك قدرات خاصة أو خصائص غير عادية ملحق اثنان في محاولة لمعرفة أين يختفي الخاسرون في هذه اللعبة قامت المنظمة بوضع أجهزة جي بي اس لبعض من الأشخاص بتصنيف دي كلاس وهم الأشخاص المحكم عليهم بالإعدام وأدخلتهم في هذه اللعبة ولكن عندما تم أخذ الخاسرين بعيدا فقدت كل إشارات الجي بي اس فجأة ربما بسبب أنه تم تدميرها أو أخذها إلى مكان آخر أو بعد آخر حيث لا يمكن تتبعها بأجهزة الجي بي اس ملحق ثلاثة يبدو أن المذيع الذي يعيش داخل هذا المكان الاس سي بي صفر أربع وعشرون وعيا بالأحداث التي تحدث خارج هذا المكان أثناء اختبار المجموعة دي خمسمائة وثلاث وعشرون والتي تألفت فقط من الدكتور اسمه محذوف انخرط المذيع بدلا من ذلك في محادثات مع الدكتور التي تمحورت حول الثقافة الشعبية والمعلومات الموزعة عبر التلفاز مما يعني أن السي بي صفر أربع وعشرون أو المذيع داخل هذا المكان قادر بطريقة ما للوصول إلى الإشارات التلفزيونية وتفسيرها قامت المنظمة أيضا بقطع جميع خطوط الطاقة والإشارة وكذلك إزالة أي جهاز لاسلكي محتمل أن يكون متصلا مع السي بي صفر أربع وعشرون ولكن يبدو أنها ليست لها علاقة بقدرة هذا المذيع للوصول إلى الإشارات التلفزيونية وعندما علم المذيع أنه لن يكون هناك مزيدا من المتسابقين طلب من الدكتور المغادرة واقترح عليه العودة مع المزيد من المتسابقين بما أن المكان لا يمكن نقله فقد تم إدراج هذا المكان السي بي صفر أربع وعشرون ضمن تصنيف يوكليد وأفضل طريقة لاحتوائه هو بإخفاء هذا المكان عن العامة فلذلك تم بناء خمس مباني مشابهة لهذا المبنى حوله وإغلاق المنطقة الآن فقط الأشخاص من تصنيف دي كلاس مسموح لهم بالدخول إلى السي بي صفر أربع وعشرون وفي حال تم الاختراق أو ظهور طبيعة هذا الكيان الحقيقية سوف يتم تدمير المكان على الفور حسنا أصدقائي اكتبوا لي في التعليقات أسفل الفيديو رأيكم في هذا المكان وهل إن وجدتم مكانا مهجورا في الواقع سوف تحاولون الدخول إليه ليكون صريحا عندما كنت صغيرا كنت أحب أن أستكشف الأماكن المهجورة كانت أياما جميلة حقا حسنا أصدقائي لقد وصلنا إلى نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس في أمان الله اشتركوا في القناة